التحديات اللي بتواجهك ككاتب في الأدب الساخر تحديداً أو في كتابة السخيرة بشكل عام التحديات اللي ممكن تكون بتواجهك أو بتواجه أي كاتب في هذا نوع من الأدب الفكرة الفكرة يعني أنا بعتقد أنه إذا أحسنتي التقاط الفكرة وخدت منك شوية وقت في دماغك تشتغلي عليها لأن أنا في النهاية مش وظيفة الكاتب أنه بيقول نكت لازم يكون عنده فكرة عايز يوصلها في النهاية أنا بعتقد أنه الفكرة هي الأصل في الكتابة السخيرة زي ما هي الأصل في حاجات كتير طبعاً لما الكتابة السخيرة كمان شأن صعب الفكرة موضوع مهم إزاي أشتغل عليها إزاي ألائلها بعد كده امتداد وأنا برضو في الآخر مش عايز أقول للقارئ نكتة يضحك عليها وتختفي الحكاية ما تبقاش ومضى كده لأ أنا بديله فكرة عن حاجة وعايز أعلمه حاجة وعايز أسترعي انتباه ونحية حاجة معينة وأنا بعتقد أن دي كلها حاجات صعبة جداً دي الأدوات طبعاً دي الأدوات إضافة للغة اللغة مهمة جداً أنا بعتقد أنه الكاتب السخر مطلوب منه موأمة لغوية صعبة يعني مطلوب منه يكون شخص مرن جداً في اللغة لأنه أحياناً هيلجأ لمفردة عمية وأحياناً هيلجأ لمفردة مجهولة وأحياناً مهجورة وأحياناً من ابتداعه هو الشخصي فأنا بعتقد أنه لازم يكون عنده مرونة مع اللغة إذا ما كانتش عنده هذا القدر من المرونة أعتقد أنه بيفقد جزء مهم جداً جداً من توصيل الأدب الساخر كنت بتقدم جرعة لطيفة جداً في مقالة خفيفة لطيفة للقارئ فارفش فارفش في أخبار اليوم صحيح مزجوط في أخبار اليوم احكيني شوية عن الجرعة الجميلة دي أو اللطيفة دي بتقدمها بأي شكل إزاي كنت بتجدد نفسك إزاي كنت تكون حريص أنك دايماً تكون بتقدم جرعة خفيفة لطيفة مفيدة في نفس الوقت مش مبتزلة مش ملهاش معنى مش ما بتقولش حاجة الحقيقة دي من التجارب المهنية اللي عدت عليها في حياتي أسعدتني أنا بشكل شخصي وكانت بتخلق حالة يعني إحنا الصفحة دي كانت بتصدر من 2012 من 2022 آسف من 22 ل23 والحقيقة إنها كان بيشتغل عليها فريق كبير من الرسامين ومصاممين الجرافيك ومنتجين المحتوى الحقيقة الصفحة دي كانت بتتقفل كل يوم أربع إحنا كنا بنعيش حالة ساخرة للغاية وإحنا عمالين نناقش نحط صورة إيه فين ونرسم الصفحة إزاي ونكتب إيه هنا ونفكر إزاي في الحكاية التجربة أضفت لي كتير جدا لكن أنا الحقيقة رغم صعوبة التجربة أنا عندي ثقل وعندي أنا في حاجة مسنود عليها أنا مسنود على الأخبار اللي هي طلعت جليل البنداري اللي هي طلعت الأستاذ أحمد رجب اللي هي طلعت الأستاذ مصطفى حسين عندي حاجة أقدر أتسند عليها وأرجع لها وفكر الناس دي كانت بتضحك إزاي من غير ما ترتبط بزمن ومن غير ما ترتبط بسقف كمان وكان عندي يعني كأنه مراجع يعني أنا قعدت أقرأ شغل الأستاذة كأني بحضر لرسالة ماجستير ودكتورة أعطق ناكت بهذه الأمامة بالنسبة لي لأنك برضو نرجع تاني للأول خالص أنت هتضحكي واحد دمه خفيف فده مش هيتحك بسهولة ده مش سهل خالص مارسنا يعني حاجات طويلة جدا يعني أعداد طويلة جدا مارسنا خلالها العمل ده وكانت قلت في حاجة فيها أنها كانت طول الوقت مربوطة مع الأحداث اللي جارية يعني أنا فاكر أنه إحنا أصدرنا أعداد كانت بتناقش أضايا مهمة جدا جدا ومنها كان أضايا سياسية ومنها كان أضايا اقتصادية والحقيقة أنه خليني أشيط بس بالسقف اللي بتحطه الكتابة الساخرة لنفسها يعني أحيانا أنت تقدري تتحفظي على نص وتقولي لأ ده يعني مبالغ فيه شوية وبتاعه وحاجات إنما النص الساخر هو ملوش ملك هو نص معجون كده على بعضه ما تعرفيش تقولي طب ده سقفه إيه طب ده يجوز أو ما يجوز طب ده تتلخبطي شوية مع النص الساخر ودي مرونته وصعوبته فرفش كده كانت من التجارب الجميلة الحقيقة في الأخبار وكانت امتداد لشغل أسادزة كبار وأنا ساعدت جدا جدا إنه أنا يعني أتيحت لي الفرصة في الأخبار اللي هي الحقيقة بيتي إنه أنفذ فيها حاجة شبه كده وكان عمل جماعي الحقيقة شديد اللزازة جميل وكان مربوط بالكاريكاتور وعايز أسألك كمان إنه هل فكرة فن الكاريكاتور بشكل عام هل هي مرتبطة بالأدب الساخر هل هي مرتبطة بالكتابة السخرة يعني كل كتابة دمها خفيف لازم يبقى معها صورة حلوة تضحك ولا ممكن ندحك من غير الصورة إحنا نقدر نعمل أي حاجة بأي شكل ممكن نحط الصورة من غير كلام والدحك طبعا ده كده كده كان بيحصل في نجوم ويعني فنانين كبار جدا عارفوا ينجحوا يعني أماكن كتيرة جدا ومؤسسات كتيرة جدا بس برسومتهم اللي دمها خفيفة أنت شطرة وامتبعة خليني أقول لك آه برسو آآ آآ يعني نقدر نحط الكلام من غير ما نحط صورة وندحك النهم الأتنين بيعملوا حاجة بيعملوا حاجة مختلفة بيخلقوا عندك حالة من البهجة الألوان بتخلق بهجة لو بنتكلم عن المطبوع يعني عن الجرائد المطبوع الألوان بتعمل بهجة الشكل الرسمي بيعمل بهجة فهو بيعدك نفسيا مبدئيا قبل ما تقري لبهجة بعدين يخلق عندك بقى حالة الابتسامة مع النص والأصل أن الاثنين واحد يعني أنا بعتقد أن الكتابة السخرة هي فن الكاريكاتير بالنسبة للكاتب يعني إذا كان الرسام بيقدر يطلع رسمة سخرة هي بالضبط نفس الحكاية بالنسبة للكاتب الكاتب كمان بيقدر يطلع نص ساخر من الكتابة الاثنين يكملوا بعض الاثنين يدوا لبعض كسافة أكبر كسافة يدوا لبعض كسافة ويدوا لبعض قيمة تقل يتقالوا الموضوع يعني خلينا نقول مثلا أنه رسمة الأستاذ مصطفى حسين اللي كانت لمدة سنين طوال مقتننة بفكرة الأستاذ أحمد رجب والنص اللي كان بيكتبه خلقت عندنا شخصيات إحنا الحد اللحظة دي بنفتكرها بنفتكر عباس العرسة وبنفتكر الكحيت وبنفتكر عزيز بيل قليت ودي كلها بسبب الرسمة والكتابة اللي اتنين عملوا مع بعض حال التكامل لما بيكونوا مع بعض طبعا بيضيفوا إنما نقدر ندحك بالكتابة بس نقدر طبعا إنما أعتقد إن الكاريكاتير كمان بيضيف حالة من الاستعداد للبهجة